أسيس جورج في كتير من الشباب والشابات في هذه الأيام عم بمروا في حالة ارتباك وتشويش وحيرة وفي شريحة كبيرة من المجتمع اللي فقدت أملها في رجال الدين في رجال السياسة فقدت أملها في كل شيء ولكن رسالتنا هي رسالة رجاء حي رجاء وقيامة من خلال شخص المسيح الفذ الفريد المبارك فإيه عاوز توصلنا من خلال هذه الرسالة نعم أريد أن أقرأ بعض السطور من رسالة الرسول بطرس الرسول الأولى الإصحاح الأول والعدد الثالث مباركنا الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثير ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة سوع المسيح من الأموات لمراض لا يفنى لا يتدنس ولا يضمحل محفوظ في السماوات لأجلكم أنتم الذين بقوة الله محروسون بإيمان لخلاص مستعد أن يعلن في الزمان الأخير واو كلمات عميقة جدا أسيسي نعم كما تفضلت أسيسي زار أن الارتباك والضياع والتيهان في هذا العالم إن كان سياسيا أو اقتصاديا أو ثقافيا نرى أن العالم يتغير من سيء إلى أسوأ وهناك فشل ذريع في العالم والدول والعائلات وكما تفضلت ورجال الدين السبب أن الرجاء والإيمان لأن الإيمان هو عصب الحياة الروحية لأن لا يوجد إيمان وثقة بالله فعندما يتوفر الإيمان بقيامة ربنا يسوع المسيح تتغير الحياة رأسا على عقب لأن يسوع عندما جاء أنار لنا الحياة والإنجيل والخلود بواسطة الإنجيل وكلمة الخلود أن الإنسان لا يفنى يفنى جسديا لكن ترجع الروح إلى خالقها فيسوع أعطانا لب الحياة وجوهر الحياة وبعد الحياة لأن فيه كانت الحياة والحياة نور للناس والنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه أخي المشاهد إن كان نور المسيح لا يدخل كيانك وقلبك فأنت تعيش في ظلمة دامسة مكتوب أعمى يقود أعمى كلاهما يسقطان في حفرة فقيامة المسيح هي الرجاء الذي لا يموت ولن يتغير ولن يتبدل هو أمس واليوم وإلى الأبد السبب الرئيسي أن يسوع حي قد قام من بين الأموات وصار باكورة الراقدين فعندما يتوب العالم ويتوب كل إنسان ويأتون بدموع التوبة إلى شخص ربنا يسوع المسيح وهذا ما بشر به ربنا الكريم توبوا وآمنوا بالإنجيل إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون ما أجمل القيام أسيس نزار وما أجمل الرجاء في شخصه المبارك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر